السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سنخصصه لتصحيح نموذج للفرض الثاني الدورة الثاني المستوى السادس مادة الريادية إذن هذا الفرض سيكون آخر فرض بالنسبة لهذه السنة الدراسية نتمنى النجاح للجميع التلاميذ إن شاء الله إذن على بركة الله نبدأ والتصحيح قبل أن نسمعрать الفيديو على رابط وستوفر toi في نبدأ بالتعليم الأولى إذن تعليم الأولى تقول anju g2 الولى جمع الأعدادala60 طرح الأعداد60 نبدأ بالعملية الأولى وهي عملية ديال القسمة إذن عندي 6.75 قسمة 7.5 إذن هنا ما يمكن لي الحق ونوضع العملية لأن عندي المقسوم عليه عدد عشري إذن قبل ما نوضع العملية يجب التخلص من الفاصلة في العدد العشري كيفاش كنتخلص من الفاصلة إذن كنترفع عشرة مئة أو ألف حسب عدد أرقام الجزء العشري في المقسوم عليه إذن هنا عندي رقم واحد موراء الفاصلة هذا ما سيهمنيش يكون في رقم وليس جديد الأرقام لتلتدير الأرقام ما الذي يهمنيه هو المقسوم عليه إذن كأول مرحلة سنضرب المقسوم عليه في عشرة والمقسوم أيضا في عشرة إذن 7.5 قد تعطيني 75 وعندي 60.75 قد تنتقل الفاصلة برقم ستعطيني 60.75 إذن دابا يمكن ندير العملية إذن نعدي المقسوم عليه مكون من رقمين سنأخذ رقمين 60 قد تدير الأرقام 607 قد تنتقل الفاصلة برقمين وعندي 75 فيها 8 إذن 8 في 45 اكتب صفر وحتفظ ب4 ندير الاحتفاظ هنا عندي 8 في 7 6 وخمسون زائد أربعة غطتيني 60 وندير الطرح إذن عندي 7 ناقص سفر سفر عندي 0 ناقص سفر وعندي 6 ناقص سفر إذن نهبط بالرقم اللي بقى عندي هنا إذن 5 هذا اسمي تولي الأعشار إذن أول رقم في الجزء العشري إذن ندير الفاصلة في الخارج إذن 75 كم فهم 75 فيها 1 1 في 75 75 والباقي هو سفر يعني قسمها وانتهي إذن هاتشي اللي عندي بالنسبة للنشاط الأول ندوزه للنشاط الثاني إذن النشاط الثاني عندي عملية دي للجمع دي لأعدد ستينية عندي 5 ساعة وخمسة وخمسون دقيقة وخمسة وثلاثون ثانية زائد ساعتين وعشر دقائق إذن أول مرحلة قد نوضع العملية على هذا الشكل إذن هنا أعفونا عندي سفر نوضع العملية إذن عندي خمس ساعات وخمسة وخمسون دقيقة وخمسة وثلاثون ثانية زائد ساعتين وعشر دقائق وسفر ثانية ونذير الجمع إذن عندي خمسة زائد سفر هي خمسة عندي ثلاثة زائد سفر هي ثلاثة ندوز لدقائق عندي خمسة زائد سفر خمسة وعندي خمسة زائد واحد ستة عندي خمسة زائد اثنان سبعة ونشوف إلي عندي شي تحويل نبدأ بالسوق عندي خمسة وثلاثين ثانية ما غدي تحتاج للتحويل إذن غدي نحافظ على خمسة وثلاثون ثانية ندوز لدقائق إذن هنا عندي خمسة وثلاثون كم فيهم سيتون فيها واحد وشحل غير يبقى عندي خمسة إذن هنا صفر خمسة خمسة تزدني ساعة هنا إذن عندي سبع ساعة طيب إلي عندي ثماني ساعة إذن المجموع هو ثماني ساعات وخمسة دقائق وخمسة وثلاثون ثانية ندوز للعملية الثالثة هي عملية دي الطرح عندي ساعتين وثلاث دقائق وثلاثون ثانية ناقص ساعة وخمسة عشرة ثانية يعني عندي سفر دقيقة إذا ندر الوضع دي العملية عندي ساعتين وثلاث دقائق وثلاث ثانية ناقص ساعة وصفر سفر مينوت لأن ما عندي المينوت هنا وخمسة عشرة ثانية ندير هنا الوحدة ندير ثلاث وندير الطرح إذن عندي سفر ناقص خمسة لا يمكن استلف عشرة وأرض السلف مدام بقي في نفس الوحدة مكلي إذن عندي عشرة ناقص خمسة غط تعطيني خمسة وعندي ثلاثة ناقص إثنان غط تعطيني واحد ندير المينوت يعني الدقائق عندي ثلاثة ناقص سفر ثلاثة وعندي سفر ناقص سفر سفر ندير الساعات عندي إثنان ناقص واحد وهي واحد إذن الفرق قد يخرج لي هو ساعة وثلاث دقائق وخمسة عشرة ثانية نمشي وللنشاط الثاني إذن النشاط الثاني هو نشاط ديال حساب المساحة الجانبية والكلية والحجم ديال الموشور القائم عندي ثاني أحسب المساحة الجانبية لمتوازي المستطيلات إذن الشكل ها هو إذن عندي الطول عشرة والعرض إثنان والارتفاع أربعة وعندي الواحدة هي متر إذن سنحسب المساحة الجانبية المساحة الجانبية كالرمز لها بأقل أو أس أل إذن أقل يعني أغلاتيغال أغلاتيغال إتيغال ساوي كنعرف أن المساحة الجانبية سواء ديال الموشور القائم ولا سواء ديال الأسطوى القائمة هو محيط القاعدة في الارتفاع نشوف الموشور القائم إذن هنا عندي قاعدة على شكلي مستطيل وكنعرف أن محيط المستطيل هي 2 في الطول زائد العرض إذن عندي 2 في ونفتح قوس عندي الطول زائد العرض يعني 10 زائد 2 نسد القوس هذا هو محيط القاعدة اللي حسبت هنا مضروب في الارتفاع اللي هو 4 إذن عندي 10 زائد 2 12 مضروب في 2 24 مضروب في 4 96 سنتيمترا مربع إذن هنا قريك أحسب المساحة الكلية قبل ما نحسب المساحة الكلية نحسب مساحة القاعدتين سنأخذ واحد الورقة لأن المساحة المخلين مكافي إذن سنأخذ واحد الورقة ونحسب بعدها مساحة القاعدتين كنرمز لها ب 2 2 2 2 2 يعني لير 2 2 يعني مساحة القاعدتين تساوي إذن إذن عندي هنا في المجسم عندي قاعدة على شكل المستطيل والمساحة المستطيل هي الطول في العرض إذن عندي 10 في 2 ولكن أنا قلت مساحة قاعدتين يعني 2 في 10 في 2 مساحة القاعدة وضربتها في 2 لنحصل على مساحة القاعدتين وعندي المساحة الجانبية إذن A T هنا عفوا لاتيغال AL لاتيغال هنا عندي A T يعني المساحة الكلية بالنسبة للمشور القائم تساوي هي المساحة الجانبية هي 96 زائد مساحة القاعدت اللي حسبت هي 4 إذن المجموعة يعطيني 136 سنتيمتران مربع إذن هذه هي المساحة الكلية بالنسبة للمشور القائم اللي هو متوازي مستطيلات ندزل التعليم الموالية بمؤحسب وحجمها بالمتر مكعب إذن بالمتر مكعب الحجم الموشور القائم V تساوي إذن عندي طول في عرض في ارتفاع مساحة القاعدة في الارتفاع يعني طول في عرض في ارتفاع إذن عندي عشرة في اثنان في اربعة تساوي إذن عشرة في اثنان عندي عشرون في اربعة تعطيني تمانونة صونت مترا مكعب إذن عفوا هنا لأن عطيني القياسة بالمتر إذن المساحة الجانبية ستة وتسعين متر مربع والمساحة الكلية بالمتر مربع أيضا كان بشي مع الصونت المتر إذن هنا متر مربع متر مربع وهنا 80 مترا مربع ندوز الثمانين الموالي أرسم مماثلة الشكل ABCD بالنسبة لمحور التماثل الدي نمشي ونشوف الشكل المطلوب مني نحسب ندير المماثل دياله إذن عندي ABCD إذن كأول مرحلة غادي ندير المماثل ديال الرؤوس ديال المضلع إذن عندي النقطة ببعيدة من محور التماثل بثلاثة ديال التربعات نحسب ثلاثة تربعات ونض hit النقطة المماثلة ب A بعيدة من محور التماثل بخمسة ديال التربعات بخمسة نحلب الرأس A إذن عندي ثلاثة واثنان ها ندوز النقطة C العيدة من محور التماثل بجدュر التربعات هما وعندي النقطة D بعيدة من محور التماثل بستة ديال التربيعات إذن اثنان اربعة ستة هنا هذن هذو هما المماثلات ديال الرؤوس ديال الشكل دابا تم استعملوا مستارة ندير المماثل ديال الشكل إذن هذا هو المماثل ديال الشكل بالنسبة لمحور التماثل ندوزوا للتمرين الأخير أو ما قبل الأخير إذن يمثل المخطط بالقطبان أعداد التلميذات والتلاميذ في أربعة أقسام وعطيني جدول استعينوا بالمخطط وأتمموا ملأ الجدول نمشيوا بعدها نلقي ونظرة على المخطط إذن عندي المخطط على الشكل التالي نمشيوا بعدها للمفتاح إذن عندي هذا اللون يمثل لون الإينات وعندي هذا اللون الغامق يمثل عدد الدكر نمشيوا للقسم الأول إذن القسم الأول عندي عدد الإينات عشرة وعندي عدد الدكر أربعة عشر القسم الثاني عندي عدد الإينات اتنى عشر وعندي عدد الدكر عشرة القسم الثالث عندي تساوي بين عدد الإينات والدكر إذن عندي اتناش تناش القسم الرابع عندي ستاشر أونتا وعندي ثمانية ديال الدكر ندوزوا ونملؤوا الجدول إذن القسم الأول القسم الأول شحل فيه ديال عدد الدكر إذن عدد الدكر في القسم الأول هو أربعة عشر نمشي و العدد الإينات في نفس القسم هو عشرة نديره للمجموع إذن أربعة و عشر نمشي للقسم الثاني إذن عدد الدكور باللول الغامق عشرة و عدد الإينات هو إطنى عشر و المجموع هو إثنان و عشر القسم الثالث عندي تساوي بين عدد الإينات والدكور عندي إطنى عشر إطنى عشر والمجموع هو أربعة و عشر القسم الرابع عندي عدد الدكور تمانية و عندي عدد الإينات ستة عشر إذن أيضا أربعة و عشر إذن هذا هو المطلب مني بالنسبة لهذا التمرين إذن ملأنا الجدول ندزو إلى النشاط الخامس إذن نشاط خمسة مسبح للأطفال أسطواني الشكل قطره قاعدته أربعة متر و ارتفعه واحد متر ملأنا نصف حجمه ماء إذن أولا أحسب حجم المسبح بالمتر مكعب إذن عندي الأسطوانة إذن الحجم دي الأسطوانة في كي يساوي هو العدد بي اللي هو تقريبا ثلاثة فاصلة أربعة عشر مضروبة في الشعاع مضروبة في الشعاع يعني الشعاع وسي اثنان ولكن ردوا معي لبال هنا رقلي قطر قاعدته يعني القطر ربعة متر يعني الشعاع اثنان إذن في اثنان في اثنان في اثنان في الارتفاع اللي هو واحد إذن عندي ثلاثة فاصلة اربعة عشر في اثنان في اثنان اتعطيني اثناش فاصلة ستا وخمسين متر مكعب أحسب حجم حجم الماء بهذا المسبحي بالليتر إذن أول حاجة غادي نحسب الحجم دي الماء بالمتر مكعب ومن بعد ندير ليه التحويل ولا ممكن نحول أصلا هنا عاد نحسب إذن ممكن نحول اللي بغيته إذن غادي نحول بعدها عندي اثناش فاصلة إذن اثناش فاصلة ستا وخمسين متر مكعب إذن بي نحولها إلى اللتر إذن بلمنستان بالجدول إذن أبي نحول بالمتر مكعب اللتر هادي نضرف ألف إذن هنضرف ألف إذن عندي اثناش فاصلة ستا وخمسين مضربة في ألف اللي ما عجبتوش طريقة ممكن يدير الجدول إذن هنتخلص من صفر هتنتقل لي الفاصلة هنا هنتخلص من صفر آخر هتنتقل لي الفاصلة هنا هنتخلص من صفر آخر هدي نزيد صفر هنا إذن النتيجة غا تعطيني 12 ألف وخمسمية وستين لتر إذن هنا عندي حولت الحجم دي المسبح بالليتر إذن عندي في غندير في أو يعني حجم الماء غادي نشد الحجم اللي عندي 12 ألف وخمسمية وستين وغادي نضربها في واحد على إثنان ولا نقسمها على إثنان نفس الشي تساوي غادي تعطيني 6 ألف ومئتان وثمانونة لتر إذن بالنسبة لهذا العملية هنا كاين اللي غادي يدير 12.56 يضربها في واحد على إثنان يقسم على إثنان ودك الشي اللي خرج لي يحولوا الليتر إذن أنا قاعد من الأحسن باش نتجنب الخدمة على الأعداد العشرية حولت هاد الحجم بالمتر مكعب حولته للليتر عاد أرجعت وضربت في واحد على إثنان أو قسمت على إثنان عقفني 6 ألف ومئتان وثمانونة لتر إذن هاد شي اللي كان بالنسبة للتصحيح ديال هالفرض إلى اللقاء في فيديو آخر ودرس آخر بحول الله تعالى